في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مع صعود الدولار وصلت وقعت بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في مارس أما على أسعاد المحلية تراجع الذهب بشدة مع تراجعه عالميا ليسجل عيار 18 نحو 675 جنيها ولمس عيار 21 787 جنيها ووصل سعر عيار 24 اليوم إلى 900 جنيه في حين سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 6296 جنيها من أسواق المعادن إلى أسواق النفط العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وأدت الإطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة المخاوف بشأن النقص الإمدادات وارتفعت الأقود الأجلة لخام برنت القياسي 77 من المئة في المئة ليبلغ السعر اليوم 90 دولار وثلاثة سنتات لبرميل أيضا قفز الخام الأمريكي بنسبة 24 من المئة في المئة وحقق السعر وصل إلى 86 دولار و82 سنتا للبرميل ترجمة نانسي قنقر